عرض بقيمة خمسة ملايين دولار رد صارم من الأهلي على رحيل وسام أبو علي إلى الدوري السعودي يتواصل الحديث في الوقت الحالي حول الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي بعد تألقه اللافت مع الفريق الأحمر وتصدره ترتيب دوري نايل خصوصاً وأنه انضم للفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية وفي هذا السياق أوضح الإعلامي محمد الليثي أن النادي الأهلي أغلق الباب أمام وكلاء اللاعبين بشأن إمكانية رحيل وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مشدداً على أن اللاعب مستمر مع القلعة الحمراء ولن يتم الاستغناء عنه نهائياً وقد تتصدر اللاعب الفلسطيني قائمة هدافي الدوري المصري حتى الآن برصيد 18 هدفاً منذ انتقاله لصفوف الفريق الأحمر في يناير الماضي وأضاف الليثي خلال تصريحات إذاعية أن هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي خلال الصيف الجاري مقابل خمسة ملايين دولار وتابع قائلاً الأهلي لم يتلقوا أي عروض من أندية خليجية أو أوروبية لضم أبو علي مؤكداً أن الإدارة لن تسمح برحيل المهاجم لأنه أصبح ماكينة أهداف يحتاجها الأهلي خلال المواسم المقبلة وأكمل الليثي تصريحاته قائلاً من المستحيل أن تفرط الإدارة في وسام أبو علي إذ انضم بعد معاناة سنوات طويلة في البحث عن مهاجم بهذه القدرات الفنية والتهديفية العالية واختتم الليثي حديثه مشدداً على أن الاستغناء عن وسام أبو علي في الوقت الحالي يتطلب مبلغاً خيالياً مثل 12 مليون دولار أو أكثر